والمزيد من التفاصيل حول جولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في عدد من مشروعات بمحافظة القاهرة يطلعون عليها مراسل تلفزيون المصري كاريم بيبرس جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم شملت عدة نقاط النقطة الأولى وهي الأهمة التي تخص المواطن المصري بشكل مباشر هو المركز الخاص بيئة الطوارئ والسلامة لخدمة المواطنين هذا المركز مكانه في مبنى محافظة القاهرة بوسط البلد بجانب قصر عبدين هذا المركز هو مركز يهدف في الأساس لجمع جميع الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطنين في مكان واحد ليتم التعامل المباشر والسريع مع الأزمات التي الممكن أن تطرق على المواطنين بشكل عام من أهم هذه الخدمات التي تم جمعها في هذا المركز مركز السلامة والطوارئ هي الجزء الخاص بالغاز الطبيعي الكهرباء المرور الرعاية الصحية الإسعافات الأولية وعدد كبير آخر من الخدمات يتم جمعها بالفعل داخل هذا المركز استقبال الشكاوي وأيضا جمع جميع الجهات في نفس المكان ليتم توزيع المسئوليات المختلفة على جميع الجهات بشكل سريع ليتم التعامل مع الأمور الطريقة بشكل سريع ويتم تنفذها بالفعل على أرض الواقع هذه نقطة هم بالجانب أيضا هذا المركز هناك ست مراكز أخرى على مستوى محافظات الجمهورية وبجانب هذه المراكز في المركز الرئيسي بمحافظة القاهرة هناك أيضا جزء خاص بالطوارئ الخاص بست مراكز الأخرى إذا تمت أي أعطال أو أي طارئ في الست مراكز الأخرى بمحافظات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية هناك مركز داخل محافظة القاهرة ليتعامل أو ليحل محل المراكز الأخرى إذا طرأ أي طارئ ومن أهمية هذه المراكز هي ربط الجهات الحكومية بخط موحد للتعامل مع المواطنين وشكاوى المواطنين بشكل مباشر هذه نقطة شملت أيضا الجولة عدد آخر من الأماكن الأثرية والسياحية والثقافية من أهم هذه الأماكن كانت النقطة الثانية وهو صور مجرى الأيون بعد أن تم تطويره بمصر القديمة هذا الصور الذي لم يشتمل فقط على تطوير الصور في حد ذاته ولكن أيضا المنطقة المحيطة به بعد ذلك تحرك الدكتور مصاف مدولي بصحبته عدد من الوزراء والمسؤولين ومحافظ القاهرة إلى مجمع الأديان بمصر القديمة حيث قام بزيارة تفقدية للكنيسة المعلقة وأيضا تم افتتاح حصن بابليون بعد ترميمه بالإضافة لذلك للمعبد اليهودي داخل هذا المكان هذا المعبد تم ترميمه وافتتاحه ليكون جاهز للزيارات هو وحصن بابليون بداية من 1 سبتمبر أي من غدا لاستقبال المواطنين للزيارات السياحية الأثرية الثقافية المختلفة لذلك الجولة اليوم شملت عدد مختلف من المجالات إما خدمة المواطنين بشكل مباشر أو حتى الأماكن السياحية والأثرية وكان هذا أهم ما دار في جولة اليوم